يمكن الموسم عندنا هنا في مصر لسه في بداياته لكن في العالم كله الحقيقة يمكن قرى بيدخل على نص الموسم ومع تطور المستوى وتطور الأداء في دوريات كتيرة جداً اتحددت شكل المنافسة في أهم الدوريات الإيطالية شفنا صورات غضب في بعض الملاعب من مديرين فنيين شفنا إدارات بتاخد قرارات بأنها تغير مديرين فنيين في نص المشوار زي طبعاً أهمهم هو التغيير اللي حصل في البرسة باستبعاد كومن ووجود شابي هرنانديز اللي نقلنا لحضراتكم صوروا من داخل المدرجات كان بيتابع واحد من مطشاط برشتونة به وداخلين كمان على مركاته يبدو أنه هيبقى قوي جداً هنتابع مع حضراتكم آخر تطورات الكرة العالمية والدوريات الكبيرة واسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي في السادسة أستاذ فاروق عصام محل كرة العالمية أهلا بك فاروق أهلا بك أحمد وكل مشاهدين من قناة وحال كرة العالمية أيضاً أهلا بك أحمد وأبسوط جدل معك دائماً وبنورك دائماً نستهدف معكم النهاردة إن شاء الله بواجبة دسمة كده وهي كرة الأوروبية دائماً عموماً مع ودانا الحقيقة أنها حالة من حالات المتعة ودايماً فيها إصار الجدل وفيها نبدأ معكم ومع المشاهدين بأهم العنوين ونشوف كده استعراض لأهم عنوين ومنشتات الصحف الرئيسية هبتدي مع حضراتكم بمركة الإسبانية ومركة الحقيقة يمكن كلمت على اللاعب السويدي اللي لفت نظر بشدة الموسم ده أليكساندر آيزيك مهجم ريال سوسيداد واللي بيقود منتخب بلاده في مواجهة منتخب أسبانيا وكتبت آيزيك متصدر الدولي الأسباني خطر على منتخب أسبانيا وكمان اهتمت بتقديم برشولا للمدرب الجديد تشابي هرنانداز وكتبت تعاقد جالاكتيكوس بأيكم في قصة أحمد الأول تعليقاً على قصة صفحة جديدة في البرصة مع تشابي تشابي أنا موجة نظري أنه هو يعني البرشولا فيه مشكلة أنهما اللعبة فيها برضو مش إمكانات كبيرة بس تشابي هيعمل حالة ويعمل روح مختلفة تقريباً هيفك اللعبة بالضغوط اللي هي موجودة في برشولا بقالها فترة تقريباً في سنتين تشابي هيبقى تقريباً ليه عامل مؤثر جداً أنه هو يعتبر يعني مولود في برشولا فيه حالة هيعملها بطريقة تحس أنه هو هيدي الروح تاني لعبة برشولا برغم من إمكاناتهم عودة الروح نسميها عودة الروح طبعاً طبعاً نروح دسان الإنجليزية اللي كلمت الحقيقة على معضلة اليونيتد السندي أولي جوناير سولشاير طبعاً المدير الفني اللي خد أجازة في وقت التوقف الدولي تزايدة باستبعاده وإقالته من مانشستر يونيتد وكتبت أولي جونير سولشاير سافر للنرويج في الوقت اللي طالب فيه ريو فردنان مانشستر يونيتد بإقالته فوراً كمان اهتمت الصحيفة بتعيين نيو كاسل لإيدي هاو مدرباً جديداً للفريق وكتبت إيدي هاو في نيو كاسل جميل مانشستر يونيتد لما شافت سورة سولشاير بيحمل حقائبه كده ومسافر قالت خلاص هو مسافر بسبب أن كل الصحفيين المقربين من النادي قالوا أنه مفيش أي كلام عن إقالته هو يستمر بالعكس منشوف أنديها تانية في الدورة الإنجليزي بعد أول مكسب ليها مع دانيل فارك قرر إقالته المدرب معرفش يكسب ولا مباراة لحد الجولة العشرة وفي أول مكسب ليه تمت إقالته أستون فيلا أقل ديني سميس ونيو كاسل قبله أقل ستيف بروس ففي موضة إقالات ماشية لكن واضح أنها ما وصلتش من الناس فروق معضلة اليونيتد السيزن ده يعني هو كان الحقيقة السنة اللي فاتت قريب جدا من المنافسة علاقة بالبريمير ليج وكان مقدم شكل مفكرنا شوية بيونيتد أليكس فينكسل السنة دي مع التدائمات وجود رفايل فاران سانشو رونالدو الناس كلها قالت أنه اليونيتد أكيد راجع مشكلة يونيتد لغاية النهاردة هل هي بس إدارة فنية ولا في أسباب تانية لا أعتقد هي إدارة فنية بس لأن الفريق لو شوفنا السكواد بتاعته القائمة بتاعته دلوقتي قائمة قوية أعتقد أن المشكلة الحالية أن القائمة منشستو يونيتد أكبر من أولي جونير سولتشاير هو مدرب لو كلمنا عليه هنقول أنه أنجح مدرب موجود في النادي من بعد أتزال سير أليكس فينكسل أقعد ثلاث سنين مع النادي قدر يكون فريق قوي جدا قدر يرجع للثقة خلاص حان الوقت لتسليم الفريق الحالي والقائمة الحالية لمدرب كوف يقدر يحقق الألقاب هرجع تاني لليونيتد وهرجع للدول الإنجيزي لأنه هو محور اهتمامنا النهاردة هنتكلم على المنافسة ونتكلم على موسى راح ونتكلم على كريستيان رونالدو بس خلينا نروح لصحيفة الإكيب الفرنسية والإكيب يابو حميد بتقول هي ركزت شوية في عنوانها الرئيسي على وضعية فريق أوليمبيك ليون في الدولة الفرنسية وكتبت مشوش ده كان عنوان الرئيسي لكن كمان كان واحد من الأخبار المهمة جدا إصابة طبعا النجم الفرنسي والنجم اليونيتد بول بوكبا في تدريبات المنتخب الفرنسي وقالت أنه بول بوكبا بيغادر منتخب فرنسا يجب عن اللقاءات القادمة للمنتخب ليون طبعا فرقة موايزة جدا والدوري بفرنسي على فكرة الناس يعني بعد انطلالات باريس سان جرمان واللعيبة كلها اللي راح طلوم إما أعتقد أن الدوري سهل جدا بالعكس الدوري شايف أنه صعب هي دي اللقطة اللي تعرض فيها هو الغريب بالنسبة لي في الموضوع أنه هو بول بوكبا وبوفرد بس اللي بيداربه في التدريب فما أعتقد أنه كان ليل زوم أنه هو يعمل تدريب كامل لبول بوكبا وبوفرد اتنين لعيبة بس لحد ما القايمة تكتمل ويأتي بقية لعيبة المنتخب هو تقريبا عشان بوكبا بقال له ثلاث ماتشات ما بيبدأش فدي مع مانشستر فديه تقريبا برضه فهو ممكن يكون بيجهزه لأنه هو ثلاث ماتشات ما بيلعبش يعني هنا الحمل ممكن يزيد شوية على بول بوكبا لو هو موجود لوحده في التمرين أعتقد ممكن يكون في حمل زائد على بول بوكبا لأنه ما ينفعش لعيبة مرة لوحده والإصابة العضلية دي لأن بوكبا ما كانش بيعاني من إصابة عضلية من بداية الموسم فالقرار دي شام كان غريب بالنسبة لي أنا مش متحيز قوي لبول بوكبا وشافوا أنه هو لعيب أوفوريتد لكن شايف فيه في نفس المركز يمكن كامافينجا الولد ده أنا شايفه عيب كبير جدا موسم ولاتليل هي بواحد من أهم عند لعيبة شاميني كمان لعيب موناكو فرق أوروبا الكبرى كلها فرق الصوفة كلها فرنسا الحقيقة عملت تفرج جدا وقدرت تخلق جيل مدجر بالنجوم جيل مميز جدا وعنده حلول وجيل في كل مركز فيه ثلاث لعيبة مميزين يعني أنت ما حدش أخذ باله أن فرنسا أخذت اليورو وأخذت كاس العالم من غير بنزيمة بنزيمة كان عامل فترات مميزة بس رديو عليه في الآخر بس رديو عليه جيلو تظهر تصريح غريب جدا يعني من أسبوع قال بنزيمة سبب أنه هو طبعا بفرنسا بقال فترة بفسته وحش قال لك بنزيمة هو السبب في الموضوع ده تصريح غريب جدا ومن ساعة لما رجع يعني هو على فكرة جيلو ده كان هو المهاجم الأساسي وما جابش أول جون وفيدل ديشامبا برضو بيلعبه وراهم به وأخذ به فعلا البطولة ساعته صحيح نختم الجولة مع كورياري دال سبورت الإيطالية وقالت أنه دائرة لقب الدولي الإيطالي وتصادم مباشر بين الأسماء الكبيرة نابولي أمام الميلان واسيموني إنزاجي خلفهم كمان اهتمت الصحيفة بمواجهة المنتخب الإيطالي مع المنتخب السويسري في تصفيات كاس العالم وكتبت ضد سويسرا هناك إيطاليا سوبر كمان كلمت الصحيفة على عودة تشابي هرنديز لباشلونة كمدرب المرادي وكتبت باشلونة تشابي عودة النجد وتكلمت على روما وكتبت أنه هناك حماية لمورينيو طبعا تجربة تجربة مخيبة لأمال والسمرار لمشوار الحقيقة يمكن متراجع جدا لو كلمنا على تجربة مورينيو مورينيو أنا شايف أنه هو نحن نأخذ بالنا أنه هو عمل حالة هناك في روما يعني أول أربع ماتشاط مورينيو بيكسب في كاسل تحاد الأوروبي هو كسب برضو أول ثلاث ماتشاط مورينيو مشكلته أنه هو برضو روما إمكانياتهم مش كبيرة زي بقيت اللعيب الدوري الإيطالي السنادي السنادي تقريبا هو ثاني الدوري بعد الدوري الإنجليزي في ست فرق الأول ست فرق نابولي وليفينتوس وميلان والإنتر وأطالنطا دي فرق كلهم قريبين من بعض والمدربين برضو محليين الدوري ومدين الدوري كوة غير طبيعية طبعا شايف أن الدوري الإيطالي بعد الدوري الإنجليزي قوي جدا فاروق اتفق مع أحمد في لا أنا وجود ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بيدي طبعا باي باي صعب أنا أعتقد أنه يبقى فيه تقلبات كتير جدا حاليا نابولي وميلان هم اللي بيقودوا السباء أنا أتوقع نابولي إشار إزباليتي أنا أتبعت إزباليتي كتير معرومة من أيام حتى محمد صلاح وقبل محمد صلاح ومشكله مع توتي طبعا مدرب صدامي مدرب عنده شخصية مدرب عنده حلول مدرب عنده رؤية مميزة جدا إزباليتي عمل مبارات مع نابولي مش طبيعية ونتائج مميزة جدا وأعتقد أن نابولي سلادي ممكن يتوقع ببطورة الدور النفس الطويل يعني النفس الطويل نابولي كان بيبدأ دايماً المواسم اللي فاتت بشكل كويس لكن أعتقد أن الإنتر مستوافل ديربي بيبين أنه فريق قوي مع سيموني إنزاجي ليوفينتوس وأليجري برضو ما تقمنهمش في الدور الثاني يعني ممكن أعتقد أنه يوجد تقلبات في الدورة يطلب في الدور الثاني طيب نخش ونبعد عن الصحافة ونتكلم شوية نبتدي بالبريمير ليج المسابعة الأهم والمسابعة بتهايلي هي الأقوة حتى شي اختلف عليها والمسابعة اللي بتضم أهم نجم مصري حالياً طبعاً كلنا بنبقى حالسين على متابعاته محمد صراح ومعها طبعاً محمد النني وإن شاء الله تريزيجي لما يرجع بالسلامة شايفين شكل المنافسة إزاي؟ يمكن الكتير توقع السنة دي يكون نسخة وخصوصاً بعد عودة الجماهير مرة تانية أنها تبقى نسخة مميزة من أول ما انطلقت المسابعة فاروق لغاية النهاردة شايف شكل المنافسة زي ومين الأندية الأقرب أنها تكمل المشوار؟ لا المنافسة هتكون صعبة وشارسة للجولات الأخيرة بنشوف تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول تقريباً المستويات متقربة جداً ما بينهم تشيلسي منشستر سيتي وليفربول أكيد صراع اللقب بهم حوالي تلافة ومستبعد اليونيتز في نادي مفاجئ عمل زحمة في الجدول وممكن يجي من بعيد واستهام متوقع واستهام التلاتة دول شايف أن المسابعة اللقب مش هيطل عبرها الفريل اللي هيبنافسه أطول والفريل اللي هيكمل هو اللي هيخد البطولة شوفنا تشيلسي تعرض لهزيمة واحدة ليفربول بيتعرض لأول هزيمة بعد سلسلة طويلة أطول سلسلة في تاريخه من الهزيمة 25 مباراة وكان عرض محبت جداً الحقيقة عرض محبت أنا أعتقد أن ليفربول عنده صغرات كتير يورجن كلوب لازم يلاقي لحل شوفنا ديفيد مويس عمره محقق أي فوز على ليفربول لعبهم 15 مرة محققش أي فوز على ليفربول قدر يقرأ أفكار النتيجة دي كانت ممكن تبقى النتيجة التاريخية طبعاً دولا فاندايك شوفنا فاندايك بالصدى الوحد فاندايك كان محبتش عالمي صحيح فليفربول لازم يورجن كلوب يحل صغرات الموجودة خصوصاً في خط الدفاع وجود أرنولد دلوقتي يبقى شايف نفسه لعيب خط وسط مش ظهير أيماً ما بيقومش بأي واجبات دفاعية أو بنشوف التكملة دايماً مع محمد صلاح بيكمل معه وهو المسند الأول محمد صلاح في النواحة الهجومية لكن هو تمادة جداً في التقدم ووزارة مساحات استغلها ديفيد مويس بشكل واضح جداً في المباراة الأخيرة قدر يحط أنتونيو فورناليس في المساحة اللي وراء أرنولد واستغلها وقدر يسجل ثلاث أهدافه أول مرة من 2017 يدخل في ليفربول هدفين من ضربات سابتة مراكلات ركنية فده لازم الصغرات اللي موجودة في خط الدفاع يحلها يورجون كلوب لو عايز يكمل لأنهم معنا تنموا نفسين شارسين جداً سواء منشيستر سيتي أو سواء تشيلسي أفضل موديل فني يا أحمد في البريمير ليج لغاية اللحظة من وجهة نظرك أنت بتتكلم على دوري بيدم يمكن نخبة من أهل المدارس ديفيد مويس بقدر بعمل نوسي أنا عايز الأفضل من وجهة نظرك عندك أسماع كبيرة جداً لا يورجون كلوب طبعاً يورجون كلوب أفضل مدير فني في الدور الإنجليزي ليفربول أنا شايف أن مشكلتهم أو سبب الخسارة الأساسية طبعاً ما تشوهم مع أتلتكم مدريد مشكلة ليفربول اللي هتبقى سبب في تأثير سواء في الدور الإنجليزي أو في دور الأبطال أن هم بلعبوا مبارات كبيرة جداً المجموعة بتاعتهم قد قوية جداً هم لعبوا ميلاً لعبوا بورتو لعبوا أتلتكم مدريد أتلتكم مدريد فرقة يعني عشان تكسبها فرقة أصلاً بتدافع كانت ترات دفاعية فلازم تعمل مجهود كبير مجهود مضاعف شوفنا طبعاً ليفربول عمل مباراة كبيرة جداً قدام أتلتكم مدريد وبعدها كان مباراة قدام فريق قوي واستهام فريق مفاجئ الموسم ده واستهام في المركز السادس وقريب جداً من تشيلسي واستهام فريق مفاجئ جداً ففريق قوي فلما تلعب قدام فريق قوي انت لسه خارج من مباراة قوية زي مباراة أتلتكم مدريد فطبعاً هيبقى خارج من حالة إجهاد لأنه طبعاً عنده قوام أساسي ما بيلعبش فيه طبعاً يرجو الكولوب وديموي زي أنا بشوفها فيه عكس جورديولا اللي هو أحياناً بيجي في ماتشات كبيرة ويفاجئنا مثلاً بلعب احنا ما متوقعش يلعب من غرف المهاجم مثلاً فدي حاجات هو بيعملها ساعات بتنجح معاه وساعات طبعاً ما بتنجحش لكن الإجهاد هيبقى سلب كبير في خسارة ليفربول بعض النقاط الفترة اللي جاية لأنه هيخش في مرات صعبة طيب قبل ما تكلم على أهم اللعيبة في الدولة الإنجليزية اللي بيدم برضو زي ما على مستوى الموديل الفنين بيدم مجموعة مميزة جداً لكن الحقيقة على مستوى اللعبين مجموعة يعني هم ممكن تكون الأهم على مستوى العالم ولو اخترت من كل الدوريات الأربعة الكبيرة الثانية اللي حواليهم الألماني والأسباني والإيطالي والفرنسوي عشر أسماء تانيين تبقى حطيت تقريباً كل أو أهم لعيبة العالم كلها في الدولة واحد هنتكلم عليهم في السادسة مع أضيوفنا طبعاً بس بعد الفاصل يعني بتهيألي إنه منطقي جداً أو طبيعي إنه من اللحظة دي تكون كل عندها بتتحرك عشان تعمل تغييرات سواء فيما يتعلق بمديرين فنين أو فيما يتعلق وده الأهم طبعاً كل إدارة بيت قادرة تقيم مستوى أنديتها ومستوى الأداء بشكل عام وبالتالي هتاخد قرار في الفترة لكي دعونا نفتح الأول قبل ما تكلم على المركات ويهمني أسمع رأيي فاروق وأحمد في أهم عشر لعبين من ناحية المرضود طبعاً مش من الأسماء والنجومية المرضود في دوري الإنجليزي فاروق هنتكلم طبعاً المتسايد الدوري الإنجليزي محمد صلاح مستوى وأداء وأرقام فهو رقم واحد وجود كريستيانو رونالدو في منشستر يونيتد قدر يخلق طفرة خصوصاً على النواحة التسويقية للدوري الإنجليزي وجود اسم كبير زي كريستيانو رونالدو في تشيلسي شفنا الجماعية الموجودة ما تقدرش تحدد من النجم الموجود لكن أعتقد مندي الحرس السنغالي المتقلق مع تشيلسي هو اللي فارق معهم في ماتشات كتير شفناه في المباراة هو اللي جاب لهم لتلات نوعة تقريباً ضد برينفورد ففيه أكتر من اسم موجود في الدوري منشستر سيتي طبعاً برناردو سيلفا والمستوى الخلاب اللي بيقدموا دلوقتي قدر يغطي على صفقة جريلتش القادم بخبمية مليون من أستون فيلا ففيه أكتر من لعيب ظهر في وست هام فريق وست هام طبعاً منظومة جماعية برضو لديفيد مويس لكن لو نتكلم عن ميكل أنتونيو لعيب هال جداً بالرحمة لعيب الجزائري اللي قدر حالياً يغطي شوية على رياض محرز لأن رياض محرز يعيش مشاكل مع عبيب جوارديولا وموجود في ديكة البودلاء في مطش مهم جداً ضد منشستر رونيت سنجيله في المركاتو عشان في كلام أنه ممكن يبقى في المركاتو اللي جاي بره منشستر سيتي أعتقد أعتقد مش هيمشيه إنه هو في مرة برضو كان فترة برضو مبلعبش دائماً الحركة يعملونها مع محرز على طول فالصحافة على أن تتكلم فرح تطلع تصريح في المطال محرز مش هيمشيه وأنا موجود في ولايتي في لعيبة الثانية فاروق لا أنا لعيبة الحالياً العشر جولات هم اللعيبة اللي موجودة حالياً وحتى الفرقة بتاعتهم هم المتصدرة أهم صفقة حصلت هذا السيزين أكيد كريستيان أرنالدو كريستيان أرنالدو بيجيب أهداف وبيحرز بس هو بيحرز أهداف مميزة أهداف ممتعة فالموسم ده تحس أنه هو متقلق فيه بطريقة مختلفة بخلية الوقت أنا بشوف أنه هو من أفضل لعب العالم أفضل لعب العالم في الفترة الحالية دي طبعاً رقم اثنين كريستيان وكريستيان ومشكلته أنه هو منشستر محتاجين وقت عشان يعني ينسجموا مع بعض ويبقى فيه طريقة اللعبة بتاعت كريستيان وليه طريقة لعبة معينة ده منشستر يونتد أقوى أجمل مركاته في الدورة الإنجليزية طبعاً أقوى مركاته بس فيه مشكلة اللعيبة كلها اللعيبة كلها صغيرة يعني سانشو لعيب صغير بس مستو كلها في أنه عنده مكانيات عايز يبين الناس أنه عنده مكانيات كريستيان ومستو حالياً دلوقتي ممكن ما يكونش الأفضل فنياً في فرقة منشستر لكن أهم العيب موجودة الدورة الإنجليزية لعيب شفنا ماتش طبعاً الأخير في أطالنطا شفنا كريستير يعمل ايه شفنا كيف وماتش توتنهام طبعاً الجنل الجميل قوي طبعاً أنا بشوف أنه لعيب طبعاً مهم جداً ممكن ما يكون أخذ حقه لأن ماتشستر يمر بفترة برضو فيها تزابزب برونو برونو فرنينيز لعيب كبير قوي لعيب كبير ولعيب مميز جداً ولعيب طبعاً برضو تاني في ليفربول وفجأة طبعاً السنة هو جوتا اللي هو دايماً تليه دايماً هو ساعة بيقعد فرمين هو وبيلعب وده طبعاً طبعاً خلينا نقول القنوات الاتصال اتفتحت في ما يتعلق بانتقال لعيبين جدد في المركات اللي جاي أكيد أكيد النهاردة شفنا بيب جوارديول اللي بيخرج في تصريح يمكن شوية كان غريب بالنسبالي أنه هو بيكلم على برشلونة أنه تقدر تتعاقد مع أي لعيب من موجود في منشستر سيتي وطبعاً الكلام هنا كان على رحيم ستيرلينج كانت التصريح متوجه له من الصحفين على رحيم ستيرلينج ومدى رضاه عن جلوسه احتياطي فقال أنه رحيم ستيرلينج لعيب كبير وأكيد مش هباراتي أنه ميباش موجود وقال أن برشلونة لو يحتاج رحيم ستيرلينج أو يحتاج أي لعيب في منشستر سيتي هو نادي جذاب جداً للعيبة فده أعتقد رسالة لإدارة برشلونة رحيم ستيرلينج جاهز تقدروا تتعاقدوا معاه لأن رحيم ستيرلينج أعتقد أنه عمل صداع لجوارديولا في منشستر سيتي في جلوسه على مقاعد البودلاء صفقة التالية ممكن تكون متوقع شواء ايدن هازرد مع ريال مدريد ما بيمرش بأفضل فترات وخلال المسلمين اللي فاتوا كان فيه كلام أنها ممكن تبقى صفقة تبدولية يدخل فيها صلاح مع هازرد ومعا لكشت فلوس ما أعتقدش ليفر بولوش هيسيب صلاح بسهولة يعني كان تقالل الكلام ده والتطرح في التقارير في الصحف نيو كاسل عرضة يعني أعتقد أن هي إشعة طبعا بس طبعا ما فيش إشعة بتخرج في إنجلترا من غير هدف فبيقولوا نيو كاسل عرضة 700 ألف جنيس تيرليني أسبوعيا على محمد صلاح عشان يبهى هو القائد القادم لمشروع نيو كاسل مع الملكية السعودية فأعتقد أنه هو قمبلت اختبار شوية في المركات نفتكرش صلاح عقلته تخليه روح نيو كاسل آيان كان يعني هو هنا القرار بقى حسب المشروع يعني والرؤية يعني مش عارف بس أبير ارتبطت بنيو كاسل مبابي ميسي فأعتقد أن المشروع بتاعه مش يبقى مشروع ومناسبة مبابي مبابي راح الريال أنا صريحة أنا مدريدي أنا أحب ريام حلم حلم الطفولة فدي بالنسبة له هو حلم فمهما يكون الغراث طبعا النادي ريام برضو كبير وبرضو أكيد برضو مديان كويس فأتكرم بأي نادي فطبعا حلم الطفولة يتحق والأولى التجديد لصلاح لو أنت تقدر تجيب مبابي هتقدم له راتب أعتقد هيعدي راتب المطلوب لصلاح سواء 400 أو 450 ألف جنيس ترليني فأنت لو أجيب مبابي الأول أن أنت تجدد للعيب ونسجم في الفريق وهو أفضل لعيب في الفرقة فأنا لا أعرف المماطلة من ليفربول لحد الوقت صلاح طلبات كلها مفروض تبقى مجابة بصرح يعني بتهيلي يمكن أكتر اتنين أو ناديين محتاجين أن يعملوا مركاتو قوي قوي عشان يستعيد جزء من التوازن المفقود برشرونا وريال مدريد دول الناديين اللي إلى حد كبير محتاجين يدعموا صفوفهم في كلام على صفقات جديدة في المركاتو أغير رحيم الثلينج زي ما فروق أما عطقتش أن ريال مدريد هيجيب حد في المركاتو لا لا مش هيجيب حد خلص أنشلوتي هو مقتنع بالمجموعة دي أنشلوتي عنده مجموعة مجزة بسهو مشكلته كلها في الخط الخلفي خط الخلفي طبعا هو عنده مشكلة دائما فيه لكن ناتشو يحلله مشكلة كثيرة ناتشو ده تقريبا لعب في كل المركز في خط الخلفي باقرأة لعب باكليفت لعب لعب مساك فناتشو ده حل السحر بتاع أنشلوتي يعني لكن هو بالنسبة له عنده حلول هجومية طبعا فينيسيوس يمر بفترة مش طبيعية مع أنشلوتي انفجر زي بيقوله بلغة الكرة يعني فينيسيوس مكسب ريال مديني متشاط كبيرة جدا وعمل إزعاج لأي فريق هيقبله هيرجع كده برضه يعني حسنا بنيمار في بدايته ففينيسيوس وبنزيمة طبعا وأنا شايف أنه طبعا نص ملعب نص ملعب قوي لا أفتكر أنه هو يعمل صفقات وأنشلوتي مقتنع بالمجموع وده ينطبق على البرسا برضو البرسا محتاج لعيبة بس هو اللعبة اللي محتاجها لازم تبقى عيبة سوبر هم تقريبا هيمشي كوتينه في يناير وعلى ما أعتقد طبعا عودة الجورو دي هي تبقى مكسب لأن الجورو متساعد لما راح الماتشي الوحيد اللي يبدأ به اتصاب مهدد أنه يبطل كرة أساسا خاطئ لعب ثاني ممكن مهدد راموس بقاله واربع شور دي راموس دي قصة تانية وراموس يبدو أنه مش هيل بس بي تي شرت تقريبا يعني بقولك راموس دي قصة كبيرة يعني وفي لعب ثاني برضو النهاردة اتكلموا انه هو احتمال يرجعون مدريد أتليتكو مدريد ساقول اللعب شيلسي اللي هما جابوه في انتقرات الصيفية وانا كنت شايف انه ساقول دي اصلا ملاش اي لازمة خالص انت عندك نص ملعب قوي عندك جورجينو وطريبا انا شايف انه هو من ضمن العيبة لاستحق انه يتنفس على الكرة الزهبية لعيب واخد اليورو لعيب واخد دور ابطال اوروبا فلعيب مميز وعندك طبعا لعيبة في نص الملعب كانت الناس كلها بتكلم انه مرشح الكرة الزهبية واحد من اهم اللعيبة طبعا محدش يقدر ينكر قصة راموس هتنتجي بانه يستمر مع البي اس جي اعتقد هيستمر هو البي اس جي تأكيدات انه راموس اصابته حتى احنا كنا عارفين من قبل ما اتعاقد معي وعارفين المدة الزمنية اللي موجودة ودلوقتي موجود بقى له 3 او 4 شهور نفس الاصابة في السمانة هي الاصابة بتتجدد كل ما بينزل التمارين فواضح انه في مشكلة رجوعا لريال مدريد لو كلها في بداية الحلقة كنت بتتكلم عن سنتياجو برنبيو 600 مليون اللي اتصرف على ملعب سنتياجو برنبيو اعتقد ده اثر على مركات ريال مدريد اللي كان بقاله سنتين ما تعقدش مع العيبة يمكن كما مفينجا بس اللعي اللي يدفع فيه 40 مليون وده يستمر لحد مبابي لحد التعاقد مع مبابي لان ريال مدريد حاليا مطالب ان هو اللي سمعته انت ريال مهتم بإرلنج هولند مهاجم بروسيا دورتون ريال مدريد مهتم بإمبابي مهاجم بإرلنج وكلام على اهتمام ريال مدريد بمحمد صلاح دي الصفقات او الاسماء اللي ارتبطت باسم ريال مدريد بشكل واقعي هنقول انه يقدر يتعاقد مع العيب واحد واعتقد انه مبابي لان مبابي عشان تغري يسيب العرض اللي معروض عليه بريس سان جرمان انت محتاج تقدم له عرض اخرافي سواء كراتب او هو عشان كده الريال الميزانية اصلا اخذنا الريال باع فران يعني برضو مش باع فران عشان هو مش محتاج فران لأ عشان هو محتاج زي برشونة عندهم أزمة مالية هو حتى بريس قال لك احنا بصراحة الستاد اللي احنا شفنا يستهل 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 الستاد الكامبنون اللي بيتكلموا عليه اللي بيتكلموا ان هم هيعملوا التجديد من 2022 لحد 2025 خلينا يتفق وده مبقاش بقى استاد ده يعني ده حاجة حاجة مش عارف اسمها ايه لكن انت بتكلم على حاجة ممكن تبقى فيها انشطة رياضية مختلفة حفلات غنائية ممكن يعني انت بتكلم على ممكن بقى فيه مول ممكن بقى فيه مرة خطرة في قدم امريكية هو الزائر الزائر جاي سايح لمدريد او بالظبط تتنظم له رحلة سواء في كورت القدم الامريكية تتنظم له رحلة ده طبعا لما تحب تلغي ملعب كورت القدم وتستفيد بالسع أو بالقدرة بتخش الملعب قبل المبارك تبقى قطع وبتطلع بشكل تدريجي بترجع الملعب ثاني بحيث انت تستفيد بيه في اي نشاط تجاري ونشاط طبعا الناس اللي فكرت انها تزنق نفسها وتصرف 600 مليون يورو على الاستاذ قبل ما يصرف أول يورو كانوا عارفين العادات صفكة بيك بريزة اقتصاديا زكي جدا دايما هو في حت الاقتصادية دايما مميز فيها جدا صفكة بيك وصفكة لوس فيجو وزيدان هو الصفكات المميزة والحاجات اللي هي دايما فيها ضجة هو بيعرف يرجع العاد بتاعها كيف اكثر سرعة تمام اتكلمنا على مركات اللاعبين اهمني كما اتكلم على مركات بان المديرين اسماء معينة ترحل اولهم طبعا سولشاير مدرب اليونيتد فيما يتعلق بمركاته المدربين الجديد وابتدي مع فاروق يمكن جماهير منشستر يونيتد طبعا ممكن ابتدي معك بحاجة لعب بالنسبالي لما كان لعب كان بالنسبالي واحد من اللاعبين المفضلين اندريت شيفتشانكو طبعا نجمة أوكرانيا ونجمة الميلا واحد من اجمد المهاجمين الحقيقة اللي جون في التاريخ كان ممتع جدا 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 ده طبعا لحظة وصول لجنوى لإيطاليا عشان يتولى مسؤولية هو اخر حاجة كان مدير فاني الاوكراني اوكراني 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 كويسا في اليورو اه 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 اهم لعيب اوكراني جي في التاريخ هم بيعملوه هناك على اساس انه هو سطورة ورمز الكورا دي برضو فرقة من الفرقة المميزة جون من سنتين بس هاي السنة فاتت مستوى بتاعها مكان شي كويس بس من سنتين جون دي كانت تدريبا في المركز الرابع والخامس وكانت بتلعب في كهزة الاوروبي تيفا الرهيب يعني هكذا يطلب حاجة بس نهاية اسطنبول هو الزكرة الخزينة لأي محب لليفربول تتعرف البلن اللي حضرت تشيفتشينكو ده الناس كتيرة بتحطوا بعد كده من أحلى البلنات اللي في السوق كان فيه سوق توفيق يعني فكرة البلن انه هو كان يحط الكورا في النص تفهمش النجوم الكبار دايما في المناسبات الكبيرة جدا لازم يضيعهم تفهمش ليه يعني يبقى مقدم يعني مشوار وغيرهم من النجوم غير تشيفتشينكو مين من الصفقات المحتملة او القنوات اللي يمكن كنت بقول في الاخبار انه احتمال ستيفن جيررد نجم ليفربول يكون مقود في الموسم اللي جاي مش عارف عندكو اخبار عن تطورات الاتفاق ولا اكيد اكيد اسطن فيلا بيحاول بشتى السبل انه يقنع ستيفن جيررد يسيب رينجرز يمكن رينجرز هو كت محطة في مسيرة ستيفن جيررد وهو ده معروف من فترة طويلة انه يحتاج يكسب خبرات زي المدربين الشباب في جيل وسواء فرانك لامبرد أو جون تيري دلوقتي فبيحتاجوا يكسبوا الخبرات في عندها ما يكونش عليهم ضغوط شوية قدر ينجح مع رينجرز ويحقق الدور ستيفن جيررد من اكبر اندال السكوتلندي لكن هو ما كانش علي ضغوط لان مسيك رينجرز ما كانش محقق نتائج كويسة كان روجرز مسيطر مع سلتك في الدور السكوتلندي المدرب الحالي لكن هو ينجح مع رينجرز حقق الدور السنة الفاتت وهو متصدر دلوقتي في فرق أربعة نقط عن سلتك يمكن المقربين منه قالوا انه يحقق اللقب الثاني على التوالي لان هو شايف دور ضعيف دور السكوتلندي ضعيف ونفسه محكومة أصلا سلتك رينجرز بس محكومة طول عمرها محكومة قوي لكن واحد من أهم الدربي ونفسه في الدور الوربي وانه محاق نتائج كويس في الدور الوربي وأعتقد أنه عايز يكمل مع رينجرز يحقق نجاحات أكبر أنه في مفاوضات تفتحت بالفعل مع زين الدين سيدان في تقارير قالت أنه اهتمام إذا ما أخذت إدارة منشستر ينايت القرار بأنه سلتشير يرحل هيكون اهتمامهم الأول بوشتين ومدرب البي أش جي أي تفاصيل الموضوع جيد هو أنا من وجه نظري طبعا كل خسارة منشستر كل الصحف وكل الناس يتكلم أنه سلتشير لازم يمشي طبعا الناس كلها شايفة المركات اللي عمله منشستر وفرقة قوية جدا مفيش طبعا الطموح بتاع الجماهير أنه طبعا ماينفعش النتائج المخيمة دي لكن أنا بشوف أنه طبعا مشكلة الأسيرة سلتشير أنه محتاج وقت للعيبة في انسجام هو مش عارف يوصل للتوليفة الحقيقية اللي هو هو أحسن مرضود ليه قدمه في نهاية المسلم اللي فاتح كانت شمعان لعبة دي فعلا كانت شمعان مين كانت شمعان رونالدو سانشو فران بالعكس لما جيلك فران ورونالدو أنت مفاق يستطيع تشكيل لتشكيل لأنه مش مدرب بطولات معتقدش أنه مدرب يجيب لك هيا أنا شايف النهو التدعيم الأكبر واخده طبعا من السير طبعا هوا دي المخليان غاية دلوقتي طبعا أنا اتفقت مع كثير من جماهيل اللي نعتد أنه بعد خمسات ليفر بول كان ده التوقيت الأنسب أنه شكرا سلطفا مانشستر لا يوجد أسوع من دوائس فنجل لما كان مع منشستر كانوا دونوا وقت كفاية جدا منشستر في الحتة هو مش عارف يوصل للتشكيل الأمثل لأنه حتى كان بدأ الموسم ببوكبة بعد كده بدأ بكريستانو مهاجم وبدأ كان بيبدأ بسانشو بعد كده بدأ يقعد سانشو لينجرد كان بيلعب على فتراته كلما يلعب يجيب جون لكنه مش عارف يجي بعدها يروح مع عدوكة تاني هو مش عارف مين مش عارف يوصل للطريقة لو أخذ وقت مفتكر ان جميعين منشستا هتقدر تصبر او الناس ناكف الادارة اعتقد ياحمد هم خلاص خدوا قرار بطارد سول شاير لكن المشكلة ان هم مش عايزين يقعوا ويرتجبوا نفس الخطأ تاني ويعينوا مدرب تاني معقد او مدرب ما ينجح مع الفريق فهم في اسماء بعينها مطلوبة في مانشستر رونيات زين الدين زيدان رفض تماما لتدريب في الدور الإنجليزي هو مش عايز يغامر زيدان مدرب ناجح جدا مع ريال مدريد مش عايز يغامر مع مانشستر رونيات وهو واخد وعود بيقال انه واخد وعود بتدريب المنتخب الفرنسي لانهما حلمه حلمه بس لسه النوضاع لشان هم نتأجل اعتقد تين هاج كمان ضمن مدرب ايكس اعتقد تين هاج لان لو شفنا كلامك برضو كان في بداية الحلقة عن ايكس كلمت عن المنظومة بتاع طول نجح لان لما يكون في منظومة نجاح في النادي ما بتفرقش الأفراد سواء جبت الجيل الزهبي اللي كان موجود كله ماشي لكن لحد دلوقتي ايكس ابزج مثلا مؤخرا زي ايكس طول عمره الحقيقة مهما يطلع من نجوم فتقول الفرقة فاضي فضيت وهتقع تلاقي بعدهم جيل يمكن يأجمد من النهاردة ما عضفنا في الانستازيو اللي كان لعيب في ايكس الهولندي وطبعا نجم المنتخب اليوناني كنت بقول له على الفكرة دي ان مهما ايكس ورغم كده عنده القدرة دايما انه هو يكون يعني متوهج تمشي اسماء وتيجي اسماء لكن تلاقي ايكس برضو في الصدارة على اقل على مستوى الكرة الهولندا بالظبط ده نبع من المنظومة اللي بيخلاقها لدارة الفريق منظومة واحدة سواء لدارة الافراد لكن الافكار الاساسية او الافكار التكتكال الاساسية موجودة الفريق يلعب 4-3-3 محتاج لعيب صانع العيب عندي ماشي هجيب مكانه لا يهمني قدراته او انا هقدر اطوره شاهدنا هالر المهاجم دلوقتي اللي هدا في الدورة علامي الولد كان مهاجم مطلوب بيعه الجماهير كان بتنتقد في فهو المنظومة لنكحة العين هالند يمكن بروسيا دورتمون انطلب 300 مليون يورو لكن لو حد عايز هالند كان يبدأ 75 مليون دوا وكيلا اكبر نادي بروسيا دورتمون على الموافع عليه عشان بعد كده يقدر يمشي بسهولة عنده قوة بنينية غريبة قوة بنينية وهداف ومهار مين أفضل مهاجم في العالم منهجة نظر فاروق والله عندي دايما الاختيار صعب بين ليفندوفسكي وبنزيما بصراحة الاتنين بقدموا مستوى أنا بحب ليفندوفسكي على المستوى الشخصي لأنه مهاجم متكامل يديلو الكرة جوة منطقة الجزائق ستبقى في الشبكة ليفندوفسكي بنزيما وهو اللي يستحقف في رأيي الكرة الدهبية الموز هنيجي للكرة الدهبية بتستعجل على إزاك ليه بنزيما طبعا بنزيما مهاجم مثالي يعني أفضل رقم تسعى بالنسبة ليه بنزيما مش معاها نفس سكوات بتاع بير مين خالص برغم كده بنزيما موجود في تليه دايما بيجيب أهداف من كل حتة إنما سبحان الله ما بتيجي من ساعتها كانت تقريب بتقول بنزيما ماشي من ريال مدريبت ماشي من ريال المريد كريستانو ماشي وبجالس بين ماشي وبنزيما الحكومة أحلى أيامه يمكن ألضاها بعد الرحيل الاثنين في ريال بلنتينو وهو قاعد دايما في المطشاط ما بيقومش من على الكرسي بتاعه لأنه من مشاهد حتى بنزيما عملها كده في كست حياته ما قامش بالمرتين مرة منهم بنزيما يقومش من الكرسي كده ما بيحتفل غل مرتين مرة ما كانستانو كان في ساعة لما بيقدموه الثاني مرة بنزيما طيب نروح للبالون دور كلام كتير جدا طبعا على البالون دور كلام كتير على المعايير اللي هيترشح على اسمها على أساسها اللاعبين للجايزة سواء كتبا كامعة بالون دور أو الاتنين يمكن أهم جايزتين فيما يتعلق باللعبين المحترفين خلينا يبتدي بالخمسة اللي يستحقوا يكونوا موجودين في القائمة تختار مين يا حب محمد صلاح كريستيانو صلاح وكريستيانو ونيمار ونيمار وليفندوفسكي وليفندوفسكي صلاح ونيمار كريستيانو وليفندوفسكي بنزيما وبنزيما بدون الخمسة كان ممكن أنه وفي سادس جورجينو لا هم خمسة خمسة هم دخل هذه قائمة محمد فاروق أختار مين أكيد ميسي ميسي وصلاح بعد كلها قبل الكوبا وكاس المالك وكاس المالك وكاس المالك وكاس المالك وكاس المالك فليوني الميسي محمد صلاح ليفندوفسكي كريم بنزيما وأخيرا جورجينيو وأخيرا جورجينيو أنت استبعدت نمار وخطت جورجينيو ومحدث نمار ومبابي ما يدروش يحققوا الإجازة المطلوب في باريس سان جرمان بابي أنا ما شفت في كله مشهد كويس جدا في ماتش نهائي دورة أبطال أوروبا اللي مش السنان اللي عب لها لما كان لعبه بارمون يخص روحة سفر ما أثبتش أنه هو لعب كبير قوي يعني في الماتش ده كان نمار يلعب عليه تلعب في الماتش ده كل القرى هتختاروا لي اسم واحد من الخمسة اللي انتو اخترتوها شايفين من وجهة نظرك وأنه فرصه الأكبر للحصول على الجايزة فاروق ديف مندوفسكي تماما 40 جول من 40 ماتش هو اللي أخدها بس أنا شايف من زي ما لاستحقها لا أحد تشايف أنه صلاح ممكن يكون منافس قوي على الجايزة السنية ما هو صلاح ممكن من أول ثلاثة من أول ثلاثة طيب أسيب شوية واروح سريعا جدا وحركز فيها معاكم إن شاء الله في اللقاءات جاية على الشامبينز ليج اللي مختلفة شوية المنافسة فيها ومردود الأندية نفسها فيها ممكن يشوف اليونيتد متعسر في الدولة لكنه بيقدم عروض كويسة في الشامبينز ليج البرسة متعسر هنا ومتعسر هنا الحقيقة يعني انشاء الله نصفه مش لقيله لكن شايفين المنافسة زي في الشامبينز ليج بوشي الفان قريبا من اللقب فاروق أعتقد باير ميونيخ بنسبة كبيرة فريق محافظ على نتائجه محافظ على مستوى لكن الخماسية النهاردة السندي اللي خدم من مونشنج لاباك برضو يبقى ليهم كده دايما نتيجة كبيرة في كل موسم كده مضش دايما لأنه ما فيش فرقة أو العيبة هتقدر تقدر تقدم المستوى الجيد في كل مباراياتها لازم تبقى فيه مباراة لعيبة زي ما بنقول فهو المباركة غريبة جدا من مونشنج لاباك الخوميسيات كلها السندي لها غريبة مميزة مميزة عامل أزمة فأعتقد باير ميونيخ من المرشحين بقوة للقب السندي تمام أحمد أنا بالنسبة لمرشح الأول ريال مدريد ريال مدريد لانتجا من بايد ريال مدريد بالنسبة لنفس إطاليا في اليورو ما كنت مرشحها في البطولة دي الدورة باسم ريال مدريد يعني تحس أنه يبعافي لعبه وانشرطي بالذات انشرطي مدرب زكي جدا ودي البطولة دي بتاعته مميزة يعني أنت سبت الستي وسبت الاسجي وسبت باير ميونيخ مع التقليل ممكن تخسر من شريف تقدر تخد لا ملاش حلاقة ملاش حلاقة ودي ريال مدريد يعني عادي ممكن يخسر متشات سهلة لنما كسب الانتر كسب متشات صعبة انت وضح انك انت شخصية مشجع ريال مدريد لا لا خالص ريال مدريد يعني أنا شايف انشرطي مدرب يعني بيقدر يتعامل مع الأمور في الدورة طوله ربا بزكاء شديد يعني يعني هو انشرطي الوحيد اللي كسب بقال بوليك في عز موريك متقلق يعني بشكركم شكرا جزيلا احمد مصطفى وفاروق صلاح عصام بشكركم شكرا جزيلا على وجود فاروق صلاح دزمننا هنا في القناة فمتعودين دائم بشكركم جدا نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا ببقيتكم معنا ومعاك احمد دائما متقلق ونتمنى ان شاء الله بإذن الله نتابع مع حضراتكم العالمي مرة تانية ويمكن الفترة اللي جاي بعد طبعا نتوقف الدولي نرجع تاني ندخل في المسابقات الدوريات الكبيرة ونرجع كمان لمتابعة الشامبيونز ديك بشكر حضراتكم على متابعتنا ونتقبل بكرة ان شاء الله في السادسة على كل خير